موسيقى السلام عليكم مشاهدين الكرام هذه عنوين المسائية مواجهات في القدس الشرقية بين إسرائيليين وفلسطينيين أثناء مسيرة الأعلام والرئاسة الفلسطينية تؤكد أن مدينة القدس الشرقية ستبقى العاصمة الأبدية لدولة فلسطين وضمن المسائية جولة بالمعرض الوطني لنبتة الكبار بمدينة أسفي والتي تعد رائدة في مجال زراعة وتسويق هذا المنتوج المجالي وفي الأخبار الرياضية مع أسام عبادي عشية نهائي عصبة الأبطال الأفريقية سنتعرف معه على جديد استعدادات الوداد لمباراته النهائية أمام الأهلي المصري وفي الدقائق الخمس الأخيرة من المسائية سنستضيف مخرج الفيلم الوثائقي في انتظار الرياح شريط وثائقي سيبت هذه الليلة على قناة دوزيم ضمن برنامج قصص إنسانية دخل آلاف الإسرائيليين المشاركين في مسيرة الأعلام عبر باب العمود إلى البلدة القديمة في القدس الشرقية المحتلة وبعد انطلاق مسيرة الأعلام المثيرة للجدل شهدت القدس الشرقية مواجهات بين فلسطينيين وإسرائيليين في نقاط مختلفة خاصة في محيط المسجد الأقصى هذا وأكدت الرئاسة الفلسطينية أن مدينة القدس الشرقية ستبقى العاصمة الأبدية لدولة فلسطين المتابعة معك ياسين كويندي مسيرة الأعلام الإسرائيلية اقتحمت البلدة القديمة في القدس الشرقية بعد دخل آلاف الإسرائيليين عبر باب العمود محتفلين بما يسمونه توحيد المدينة حمل المشاركون الأعلام الإسرائيلية وسط استنفار أمني لتندلعها بعد ذلك مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال وتم الاعتداء على شبان فلسطينيين يرفعون الأعلام الفلسطينية وفي حي شيخ جراح بالقدس هاجم مستوطنون منازل الفلسطينيين وممتلكاتهم كما قمعت القوات الإسرائيلية مسيرات فلسطينية على أكثر من محور في رامالله ونبلس والخليل كثير اليوم كله قلقان أن يصير حرب ويصير التحانات في القدس لأنه النسجد الأقصى زي نقوله خط أحمر والخط الأحمر بنفعش حي أحد يعديه وفي دل هذا التصعيد أكدت الخارجية الفلسطينية غياب تحرك دولي عاجل لحماية الشعب الفلسطيني عامة والمقدسيين ومقدستهم بشكل خاص واعتبرت الأمر بمتبة تواطئ مع انتهاكات واعتداءات سلطات الاحتلال الإسرائيلي في حين أكدت الرئاسة الفلسطينية أن مدينة القدس الشرقية ستبقى العاصمة الأبدية لدولة فلسطين حسب قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي طالب المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو رودينا المجتمع الدولي خاصة الإدارة الأمريكية بتحمل مسؤوليتهم لوقف الانتهاكات الإسرائيلية والكف عن التعامل بالزواجية وإذانة عربية ودولية لاقتحام المسجد الأقصى معتبرنا ذلك يمثل انتهاكا سارخا للقانون الدولي وامتدادا لمحاولة تغيير الوضع التاريخي والقانوني للأقصى واستفزازا لمشاعر المسلمين في العالم نواصل بالخبر الدولي من أوكرانيا فمع احتدام المعارك في منطقة لوغانسك بالشرق الأوكراني زار الرئيس الأوكراني زيلنسكي قوات بلاده على الخطوط الأمامية في منطقة خاركيف بشمال شرقي البلاد وذلك في أول ظهور رسمي له خارج العاصمة كييف منذ بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا أواخر شهر فبراير الماضي ونقل مكتب الرئيس الأوكراني أنه قال للجنود أنتم تخاطرون بحياتكم من أجلنا جميعا وتضر معارك ضارية في شرق أوكرانيا للسيطرة على منطقة دونباس حيث تهدد القوات الروسية مدينتين بعد إعلانها السيطرة على بلدة ليمان الاستراتيجية نعود مع الخبر الوطني والمؤتمر الدولي الثاني للجمعية المغربية للدراسات الإيبيرية والإيبيرو أمريكية المؤتمر تناول هذه السنة بالدراسة والتحليل موضوع العلاقات المغربية والإيبيرو أمريكية الترات المشترك والتجارب المتقطعة نتابع بهذا الخصوص تصريح الأستاذ مراد موهوب عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء نتابع التصريح عزز ما نسمي بالديبلوماسية الجامعية في سياق الحمد لله المغرب برعاية صاحب جلالة حفظه الله يتبوأ موقعا ستراتيجيا على المستوى الإفريقي وفي علاقتي مع أوروبا وخاصة مع جارتنا المملكة الإسبانية هذا اللقاء الغرض منه هو المتقفة لأنه يدور حول مفهوم المخيال حول الموروط البطريموان الثقافي والغير المادي حول تقاطع الثقافات وهذا من شيء كما قلت أن يعزز الحركة الدينامية والدينامية الأكاديمية والعلمية بين الطلبة والباحثين في موضوع آخر سنتوقفها اللحظة مع أو في موضوع آخر فعلا تتواصل فعاليات المعرض الوطني لنبتة الكبار في دورته الرابعة هذه السنة إذن مدينة أسفي تعد رائدة في مجال زراعة وتسويق مادة الكبار وتتميز بحصولها على علامة التميز كمنشأ جغرافي لهذا المنتوج المحلي من آسف نكتشف معكم أجواء هذا المعرض الذي يعرف بنبتة الكبار ويعرف مشاركة أزيد من 120 تعاونية فلاحية ومجالية الرابورتاج ليونس الصباح بتحرير بشرى رائف الكبار نبتة شوكية بفوائد عديدة فهي غنية بمضادات الأكسدة وتساهم بشكل فعال في تعزيز منعة الجسم هي كنز غذائي يخصص له كل سنة إقليم أسفي معرضا وطنيا لتعريف بأهميته وللترويج له سبا جد مهمة لكي يتلقوا فيها الفاعلين في هذه السلسلة وكذلك هي مناسبة لترويج لهذا المنتوج وهو جد مهم وكي يندرج في إطار دعم الجيل الأخضر استراتيجية الفلاحية العشرة السنوات المقبلة اللي يعطى سيدنا الله ينصروا الانطلاق ديالها في 2020 وللسلسلة ديالكبار عندها واحدة الأهمية محورية يعني للتنمية ديالها مغرب هو أول مصدر ومنتج المنتوج الكبار وأسفي كتمييز بالريادة لمن ناحية الإنتاج لمن ناحية الجودة اللي يعطيها التمييز والحمد لله يعني إحنا كتعويين الناس يعني من خلال هذا المعارض ولو يعرف القيمة ديال المنتوج الكبار ولو يعرف الأهمية دياله شارك في هذا المعرض نحو 120 تعاونية يمثلن مختلف جهات المملكة فضلا عن وحدات للصناعة الغذائية بأسفي التي تمثل نحو 50% من الإنتاج الوطني للنبتة الكبار اليوم الكبار تتجاوز تاما دياله 22 درهم واني بفضل هذا المعارض الوطني الكبار أن الكبار تعرف على الصعيد الداخلي تنتمي تعرفوا بأن الكبار كل شيء متوجه لتصدير واليوم بحل هذا المعارض وتتمين هذه السلسلة باش نديره في السوق الداخلي بلغة الأرقام يتصدر المغرب قائمة البلدان المنتجة والمصدرة لنبتة الكبار والطموح الأكبر الآن مضاعفة الإنتاج الوطني السنوي ليبلغ نحو 30 ألف طن في أفق العام 2030 ننتقل إلى عاصمة الجاة الشرقية حيث تعاني ساكنة بعض شوارع وأحياء مدينة وجدة من ضعف في الإنارة العمومية خاصة في ظل التوسع العمراني الوجديون ينتظرون اليوم حلاً لإشكالية الإنارة خصوصاً بعد مصادقة مجلس المدينة على مشروع لإعادة هيكلة وتقوية شبكة الإنارة الروبرتاج لعبد الحميد المرابط وعبد العالي عميراش أعمدة كهربائية في شوارع رئيسة بمدينة وجدة تفتقد للإنارة فالأعطاب طالت كثيراً من المصابيح فأصبحت خارج الخدمة غياب أو ضعف الإنارة العمومية مشكلة تؤرق بالساكنة عدد من الأحياء التي أضحت تعيش تحت جرح الظلام المشهد يصبح أكثر قتامة عندما نتوجه إلى بعض الأحياء بظواح المدينة كما هو الحال هنا بحي السلام واليداء نلتميس من الجهات المسؤولة عن تدبير وإصلاح الأجهزة الكهربائية أولاً بشي يجيبوا واحد المصابيح اللي عنده واحد الجودة حدنا نضع في الإنارة بززاف مشكلة فيه هو كان شي شوارع رئيسية الإنارة كان غير كما نقوله ضوغي على راسها هم كان شيئاً بلعجلات لم يكن لديك الإنارة الرؤ تقدر تدخل فيه ورصت لها نفس حال مرة رغي استرله البزكة ذلك بزراء تضلم وتضلم وتتخره شكاوى رفعناها إلى رئيس الجماعة الحضارية لوجده فكان الجواب أن مشروعاً لإعادة هيكلة شبكة الإنارة العمومية سيخرج إلى حيز الوجود قريباً مشروع جاء ثمرة قرد بنكي وشاركة مع مجلس الجهة بخلال تبديل المصابيح بمصابيح ليد سيكون هناك واحد الاقتصاد في فلا كونسومسيون الذي يمكن أن يصل إلى النصف وهذا النصف هو الذي في إطار هذه الشاركة التي سيكون مع الأبناء سيكون الروتور سيراً في استيسمون لكي خلال مدة انتداء بهذا المجلس سنخلص هذا القرد الذي سيكون لدينا بالإضافة إلى الدعم الذي سيكون لدينا من الجهة لكي سنبدلوا قعله لهم معدل فاتورة استهلاك الكهرباء بالمدينة التي تضم أزيد من أربعين ألف نقطة ضوئية ارتفع في السنوات الأخيرة إلى أزيد من ثلاثة ملايين ونصف المليون درهم شهرياً مبلغ تراهن الجماعة على تقلسهم وزاة مع تقوية شبكة الإنارة العمومية بالمدينة ومن مدينة وجدة إلى المرتفعات الجبلية لمنطقة تفروت المولود بإقليمية تزنيت مع هذه الحملة الطبية متعددة للتخصصات علاجات طبية لساكنة أزيد من خمسين دواراً بهذه المنطقة التي تعاني نقصاً كبيراً في البنية التحتية الصحية الرابورتاج لمحمد أبو بكر ورشيد لطفي النساء قدمنا من أزيد من خمسين دواراً بمنطقة تفروت المولودة للاستفادة من الفحوصات الطبية المجانية مبادرتنا ترم تخفيف من صعوبة الوصول إلى الخدمة الصحية بالمنطقة جيت هنايا باش ندوز ودرت تلفازة عند الطبيب وعجبنا الحال بزاف حيث أصلاً المدينة بعيدة علينا أخرى بمنطقة هي تزنيت وكنا نهزلهم بزاف للمركوب والوقت والموعيد هي مبادرة تأتي في إطار تقريب الخدمة الصحية من سكان العالم القروي وتمكنهم من الاستفادة من عدة تخصصات غير متاحة بمناطق سكنهم تشملنا جميع تخصصات والحالات التي شفنا أكثر حالات التي شفنا هي الطب العيون والطب الأمراض الجلدية والطب الأطفال والطب المفاصل والعظام يعني كنتوفر الأدوية لجميع المستفيدين وكذلك نظرت بالنسبة للي عندهم يعني النقص فشوفوا وكذلك اليوم كنتواجد للوحد العدد لإخطاء تجاوز نشط تخصص الحملة استهدفت أزيد من خمسمائة شخص ينتبون لضواور مختلفة بمنطقة تفروتة سيستفيدون من خدمات تتعلق بالاستشارة الطبية والتشخيص والكشف متعدد التخصصات من أخبار المسائية أيضا تم اليوم تتويج المديري العام للأمن الوطني بجائزة التميز الإفريقي في مجال الإدارة الإلكترونية تتويج المديري العام بهذه الجائزة جاء على هامش اختتام فعالية النسخة السنوية من المعرض الدولي لتقنية الأداء الإلكتروني المسائية متواصلة وتتابعون في بقية عنوينها عشية نهائي عصبة الأبطال الأفريقية سنتعرف على جديد استعدادات الوداد البضاوي لمباراته النهائية أمام الأهلي المصري وقرى الغرناطيات رباطية يجمع المتيمين بعشق الأنغام التراطية للطرب الغرناطي المغربي غدا الاثنين سيجرى إذن النهائية الإفريقية المنتظر نهائي أبطال إفريقيا بين الوداد البضاوي والأهلي المصري صافرة البداية على الساعة الثامنة مساء بمركب محمد الخامس بالبيضاء وعشية هذه المواجهة أجرى كل كلا الفريقين عفوا مرانهما الأخير وذلك استعدادا لمباراة النهاية ويسعى الأهلي في هذا النهائي المرتقب للفوز بلقبه الثالث على التوالي والحادي عشر في تاريخ مشاركته بالمسابقة بينما يضع الوداد عينه على لقب ثالث يضيفه إلى خزانة ألقابه القارية والمحلية وبعد تتويجه الأخير سنة 2017 على حساب منافسه اليوم غد الأهلي المصري الوداد سيخوض عن نهائي بين جماهيره وقد ظهر جميع اللاعبين في حالة تركيز وحماس كبيرين قبل خوض نهائي دور أبطال إفريقيا وينضم إلينا أسامة عبادي في الأخبار الرياضية مرحبا بك أسامة أهلا بك أسامة إذن مدعني الندوة الصحفية وآخر التصريحات وردود الفعل عاشية مباراة النهاية بفعل حسين فصباح اليوم أقيمت الندوة الصحفية للمذربين ولدين أعربا كلاهما عن أن المباراة ستكون صعبة حسين نادي الوداد الرياضي وبعدما وضع آخر لمساته التحذيرية قبل نهائي يوم غد يسعى ممثل الكرة المغربية إلى تحقيق ثالث ألقابه على مستوى دوري الأبطال وذلك من بوابة خصم متمرس اسمه الأهل المصري خصم نجح في حيازة اللقب القاري في عشر مناسبات الندوة الصحفية التي تسبق المواجهة أعرب خلالها المدرب وليد الرجراجي عن حرصه الكبير كما صرح بكون المواجهة لن تكون يسيرة الشيء الذي أكده حارس مرمى الأهل المصري محمد الشناوي بالإضافة لقوله بأن الأهل قادر على اللعب تحت ضغط الجماهير المغربية لنستمع هذا هو مجد تحقيق مجددا إنها مجدد كبير متنامجتك تحتجم كبير متنامجتك ومن نستمع لتحدث في المناطق مثل طريق الفيزيك والمجدين نحن ننطق بأم جديد معنا نمجتك تحتجم أننا نمجتك بإمجراز جديد ومنجتك بإمجراز جديد وأمجتك بإمجراز جديد ويمكن تتحصي كرائما ومعجب الناس ننطلعو من الوفد المصنطرات لأنه لا يزال ليس لتحصيح في صحزا وليس لن نحن في مجموعات ندينا مبارع بكرة جدا مهمة بالنسبة لنا دلالة والمنسبة لكل مهور Parteنا عم حجة مركزة منبكرة وهنا نحن عطلنا بحجة من الأول من الأول ما يرادنا خالص في المجموعات من الأول دور الاتن وستوى الثلاثة لغاية النهاردة وصلنا النهاردة لعبة عرفانية مية الفطولة ومركزة جدا ونحن نحضر المباراة كويس جدا مع الجهز الفني ونحن نحن نعرف فريقه بكرة وعمل له احترام كبير جدا عشان كده إن شاء الله اللعبة إن شاء الله يبقى مع التوفيق بكرة وإن شاء الله نرجع بالمباراة يعني إذن كما جاء في التصريحات ربما مثل هذه المباراة النهائية قد تحسم في جزئيات صغيرة بفعل حسين ومن بين هذه الجزئيات الصغيرة هي الإحصائيات وأنا أعلم حسين بأنك من الشغوفين بلغة الإحصائيات إذن هناك رقم مهم حسين فريق الودادة البيضوي تمكن خلال مشواري في هذه البطولين تسجيل 20 هدف لغة الأرقام دائما حسين 20 هدف 50% من هذه الأهداف تم تسجيلها من كرات ثابثة سواء ضربات زوايا ركنيات أو ضربات جزاء كذلك ضربات حرة مباشرة وغير مباشرة هذا الشيء يعكس حسين بأن المنظومة الهجومية للوداد لا ترتكز على المهاجم التقليدي بعكس فريق الأهلي فمدربه الجنوب الأفريقي بيتسو يلعب برسم تكسيكي هو 4-3-3 يلعب برأس حربة تقليدي هو اللعب الشريف والذي يغير دائما من نتائج المباراة للأهلي هناك شيء آخر حسين أن الأهلي وجد صعوبة في التسجيل عكس الودادة البيضاوي خلال ثلاث مباراة الأولى الأهلي وجد صعوبة في زيارة أشباك الودادة البيضاوي تمكن من تحقيق أرقام قياسية محلية على مستوى هذه النسخة بإحرازه أربع انتصارات خارج الميدان كانت الأولى أمام نادي ساقرادا الثانية أمام زاملك المصري الثالث أمام شباب الوزداد والأخير بدور النصف أمام نادي بيترو أتليتيكو حسين نعم نتمنى التوفيق لنادي الوداد وللعبه كذلك وخصوصا للاعبية الهجوم لتشجيل أهداف يوم غد في النهائي نواصل بمنافسات كأس العرش مباراة نادي الفتح الريباطي والاتحاد التوروغي بفعل حسين يمكننا القول بأنها مباراة بطعم محلي حقق خلالها نادي اتحاد الفتح الرياضي الأهم نادي اتحاد الفتح الرياضي تمكن من حجز بطاقة العبور صوبة دورا نصفا نهائي من مصابقة الكأس الفضية بعد الانتصار عن نادي اتحاد التوروغي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد اللاعب سعد الدين أيد الخرصة وضع نادي التوروغي في المقدمة بعدما سجل هدفا ضد مرماه في حدود الدقيقة الثامنة ليعادل بعد ذلك لنادي اتحاد الفتح الرياضي اللاعب أيوب القاسمي في الدقيقة الثلاثين قبل أن يضيف المهدي موهوب الهدف الثاني لاتحاد الفتح الرياضي في الدقيقة الخامسة والأربعين وفي الوقت الذي كانت فيه المباراة تسير نحو نهايتها أمن اللاعب المهدي الباسل انتصار رفقائه بهدف ثالث ليعبر بذلك اتحاد الفتح الرياضي للدور النصف النهائي إذن حسين الآن تعرفنا على الفريق الثاني الذي سيصاحب نادي يوسفية برشيد والذي حقق المرور لأول مرة في تاريخه لدور النصف في الكأس الفضية الآن لا تزال هناك مواجهتان ومواجهة نادي المنصورية مع نهضة بركان والديرب البيضاوي بين الرجاء والويداد نعم إلى القسم الثاني هذه المرة نادي طاص الاتحاد البيضاوي ينزل إلى قسم الهوات فريق آخر حسين بتاريخ وبمرجعية كروية كبيرة يغادر سوب قسم الهوات الاتحاد البيضاوي نزل وبشكل رسمي إلى قسم الهوات بعدما تعادل بصفر لمثله أمام نادي أولمبيك تشيرا ليتجمد رصيده في النقطة الرابعة والثلاثين في الصف الخامس عشر على الرغم من تعادله في عدد النقاط مع كل من شباب أطلس خنيفرا والاتحاد الإسلامي الوجدي إلا أن النسبة العامة كانت سببا في سقوط الطاص للقسم الوطني هوات حسين فقط للإشارة نحن نتحدث عن نادي اتحاد البيضاوي وبغض نظر عن كونه فريق كبير وبمرجعية كروية كبيرة وتاريخ الفريق بالأمس القريب فقط وفي سنة 2019 تحصل على كأس العشر أمام نادي حسنية أغادير أكيد نواصل بالمنتخب الوطني للمحليين والذي تأهل لنهائيات الشان التي ستقام بالجزائر مفاهل حسين فالمنتخب الوطني المحلي حامل اللقب حاضر في النسخة القادمة من كأس الشان المنتخب الوطني المحلي تأهل وبشكل مباشر إلى نهائيات بطولة إفريقيا للعبين المحليين والتي ستحتضنها الجزائر مطلع السنة القادمة المنتخب الوطني إلى جانب نظيره الليبي ضمنات أهلهما تلقائيا إلى النهائيات لتواجد الطرفين وحدهما في منطقة الشمال إلى جانب منتخب البلد المضيف الجزائر حسين المنتخب الوطني هو حامل النسخة التي أقيمت بالكاميرون وقبلها النسخة التي أقيمت هنا بالمغرب ننهي هذه اللحظة بأم الألعاب ألعاب القوى المغرب سيستضيف البطولة الماسية بالفعل حسين المركب الرياضي الأمير ملعب الله سيكون مسرحا لمسابقة الدورية الماسية عشاق أم الألعاب سيكونون على موعد مع منافسات النسخة الثالثة عشرة للملتقى الدولي محمد السادس لألعاب القوى رابع محطات العصبة الماسية نسخة هذه السنة تعرف حضورا مميزا لأسماء نوازنة في مختلف الرياضات في مقدمتها البطل المغربي والأولمبي سفيان البقالي صاحب الميدالية الذهبية في أولمبيادة توكيو إضافة للأمريكية ساندي موريس صاحبة الرقم القياسي العالمي في القفز بالزنة والجمايكية طومسون الحائز على ذهبية سباق المائتي متر بأولمبيادة توكيو 2021 فقط توضيح صغير حسين الدوري الماسي هو جاء بديل للدوري الذهبي الدوري الماسي هو ملتقى عالمي عكس الدوري الذهبي الذي كان يجرى فقط في أوروبا الدوري الماسي يجرى في القارات الخمس اللاعبون عليهم تحصيل أكبر عدد من النقاط والمتاهلين الست الأوائل أصحاب النقاط الأعلى يشاركون في المرحلة الأخيرة والجائزة تكون عبارة عن ماسة قيمتها 80 ألف دولار أمريكي وسنتابع معك الدوري الماسي في الأسبوع المقبلة شكرا لك أسماع لكم هذه المعلومات نوصل المسائية بالمهرجاني الدولي للموضة وعروض الأزياء والذي يقيم مؤخرا بالدار البيضاء موعد هذه السنة انفتح على عدد من المصممين من دول أجنبية نكتشف معكم أصالة القفطان المغربي في روبرتاج عثمان مواضيع بتحرير شيماء العلام القفطان المغربي يتجدد في كل زمان ومكان لكنه يظل وفيا لأصالته وعراقته والفضل يعود لعمل جبار يقوم به المصممون كما هو الحال في هذا المهرجان الدولي للموضة وعاد الأزياء في نسخته الرابعة حاولت نخدم شوية طرز دينا البلدي وشوية دينا البلدي وشوية دينا بيسوك انغيس تجور لبياري توسا وخدمت على تسيو ديجا مخدومين أنا داس كولكسون يعني ما بين تقليد المغايبي وما بين اللباس حاول بشيكون واحدة المزيج ما بين تقاليد الأزياء العصرية حاضرة بقوة ضمن فقرات هذا المهرجان منها هذه الفساطين الخاصة بحفل الزفاف وذلك في إطار التلاقح بين الثقافات بلغة الأزياء نهاردة بقدم حاجة جديدة في المغرب فستان زفاف فيه الطابع الأوروبي أمشة طبعا عالمية اسمنا سفراء جلوريا فاشنشو لأنها كتصادف مصممين عرب وأجانب بحكم أننا ديرين شراكات مع مهرجانات عالمية تنوعت الأزياء بين الألبسات التقليدية والعصرية في هذا المهرجان الذي يسعى منظمه إلى ربط جسور التواصل بين مختلف الحضارة الإنسانية وللمتيمين بعشق الأنغام والطرانيم الغرناطية سنتوقف اللحظة مع الحفل الموسيقي بالعاصمة الرباط كورال غرناطيات رباطية هي طرانيم من الفن الغرناطية المغربي تألقت في أداء مقطوعاتها الترطية الفنان بهاء الرنطة أميرة الطرب الغرناطي نتابع هذه الأنغام مع شيماء العلام ما انتطأ قدمك أرض هذا الحفل الموسيقي حتى تجد نفسك وقد انتقلت إلى عالم آخر عالم الألحان الراقية وبديع القصائد الشعرية الغرناطية دخل هذه السهرة اليوم بحول الله في نطاق العمل والأنشطة الثقافية والفنية لجمعية رباط الفتح التي استؤنفت مؤخرا بكاملها والحمد لله وهذه السهرة هي غرناطية مئة في المئة كرال غرناطيات رباطية أحيته الفنانة بهاء الرنطة يوم أمس بمدرج محمد السادس لنهوض بالأعمال الاجتماعية بمدينة الرباط هذا الحفل البهيش كيندرج في إطار الحفاظ على التورات الحفاظ على التورات دي لهذا العاصمة يعني عاصمة المملكة اللي هي عاصمة التقافة في العالم هذا العمل هذا يعني مع كرال غرناطيات رباطلية بحالي كتشوفوه هو كيجمع واحد المجموعة من الولوعين والولوعات اللي كتشوفوهم كيتغنوا بعشق بكل ألحان بكل أنغام الغرناطية الحمد لله تكللت بالنجاح لا الفنانة والموسيقيين ولا القرال أنغام رباطية وكذلك الفنانة بها الروندا اللي الحمد لله كانت صهرة ناجحة بامتياز لجميع المقاييس لا من نحية دي التنظيم ولا من نحية الأداء الفني وكذلك الجمهور كسر الطوق الذي فردته الجائحة فكانت هذه الليلة ليلة لتجديد الوصال وإسعاد عشاق هذا الفن الأصيل بعد غياب اضطرار ولكم مشاهدين بعد قليل ومباشرة بعد نهاية هذه النشرة ستلتقون مع حلقة جديدة من برنامج قصص إنسانية اليوم وثائقي بعنوان في انتظار الرياح لمخرجه عبد الرحمن الرئيس شريط وثائقي يتميز ببساطة كبيرة وبالتقاط لحظات نادرة من انسجام الإنسان والطبيعة ساكنت قرية إغنارن بالمرتفعات الجبلية لتارودانت بلغة أمازيغية أصيلة تنتظر هبوب الرياح لتفصل بين قوت الإنسان وقوت مشيته في انتظار الرياح وفي انتظار استضافة مخرج هذا الفيلم الوثائقي عبد الرحمن الرئيس أقترح أن نشاهد مقطعا ومقاطعا من هذا شريط الوثائقي كل الطبعات مزيفة كلهم نزلت جنيتنا هاي كذا كدلش سرته أبدال لنا استنخ باري غارة تشكي تسلت ودي تسردن سدر محمد نهاية حمال كورشان يغواني يلا وضام غا يلا هل وسعد باستضافة مخرج الشريط الوثائقي في انتظار الرياح عبد الرحمن الرئيس مرحبا بك في مسائية اليوم شكرا جزيلا شكرا جزيلا على الاستضافة وشرف لي أنني نكون ضيف شكرا لك كذلك على قبول الدعوة البداية بالعنوان في انتظار الرياح في نظري هو عنوان موفق بحالي لك نقرأ رواية واقعية نريد أن نعرف اختيار العنوان كذلك والموضوع للشريط الوثائقي في الحقيقة عنوان خضلية بزاف ديال الوقت بشتير الانتباه ديال المتابعين خلص كتدير شعر عنوان ليكون زوين ومن خلال عنوان هو عنوان مجازي كان قصد به الرياح ليه رياح طبيعية وفي نفس الوقت كان قصد به الرياح ليه رياح ديال تغيير رياح ديال تطور لأن نص ديال المنطقة اللي هي منطقة قرية إيجنار اللي تابعة إيدو تنان بالضبط التدرر يعني لديهم طريق لكي تصل لآلات الدرس لكي تستعانون بالبيغال نعم وآلات التقليدية الفيلم الوثائقي من تعريفات التي تعطيها أنه ينقل الواقع بدون رتوشات الواقع كما هو وش تمكنت لكي تنقل هذا الواقع كيف كان خصوصا التجاوب للناس للقرية هذه إيجنار الحضور الكاميرات التواجد الكاميرات تجاوب كما قلت السيحوثين الوثائقي هو المعالج الخلاق للواقع يعني يجب المخرج في هذه الحالة يجب أن يكون محايد ونقل الواقع يعني دون تضيف أو تصوير والحمد لله أنا لم أجد مشكلة في هذه القرية هذه يعني في اللول كان هناك تخوف بحكم أن الناس المنطقة كعارف المناطق الجبلية كانت محافظة بزاف يعني لا تقدر تدخل بيوت ديالهم ما الحمد لله اللي تلقيت مع الناس يعني بغياد بغياد نساجمت معهم ودخلت بيوت ديالهم وصورت المراحل ديال الدرس والحمد لله اللي مرقيت مشكلة في الضوار هذا وهذه فرصة باش نشكرهم نعم غانكتشفوا هذه الشخصية هذه في الفيلم ديالك إذا في انتظار الرياح هو شريط كيدخل دي من سلسلة العاديون اللي كينا مؤخرا بلقب أفضل صانع محتوى رقمي بالمغرب السنة الماضية فقط واش غدي تستمر الرحلة ديال العاديون اكيد رحلة غدي تستمر حيث كان مزيف مدرنا في المغرب واخر مرة اخير رحلة درسها كانت في الصحراء المغربية وصورت في الداخلة صورت الحلاقات لعجبات الجمهور وفي نفس الوقت ديال الحن باش نمشي لشمل ديال المغرب ووسط ديال المغرب البرنامج العاديون كان قدموه باللغة العربية الفوصحة وفي نفس الوقت كانت ترجمة باللغة الإنجليزية باش نوصل للثقافة ديال العالم كله خليني نسولك داباك آخر سؤال على الفيلم الوتائقي في المغرب تقييم ديالك الوضعيات الفيلم الوتائقي في المغرب كان المهرجانات تعناب الفيلم الوتائقي مهرجان خريب قال لنطلق البارح درجاء إذا خاصة الفيلم الوتائقي الإفريقي القناة التانية كذلك عندها حيز مهم الأشريط الوتائقية قصص إنسانية اليوم ستعرض الفيلم الوتائقي ديالك كل أسبوع ستعرض فيلم الوتائقي الأهمية الأفلام الوتائقية المخرجين الشباب أنهم يهتموا بهذا النوع من الصناعة السينمائية ورغم ذلك خاصنا بززاف بصراحة لدينا النقص في الفيلم الوتائقي ولكن مؤخرا هذا عشر سنين الأخرى هناك فئة من الشباب المهتمة بهذا بالفيلم الوتائقي ورغم ذلك كذلك كان من رجلات كما قلت من رجلات سينمائية تعمل بالفيلم الوتائقي وكان دورت تكوينيها في هذا المجال وحتفت تكوين الأكاديمير رغم ذلك ربما الأهمية أننا نقلوا الواقع كما هو نعم دعني نسألك ذلك بالأمازيغية كنعرف أن الفيلم فيه شخصيات من قرية إغنار كان يجب عليهم التحية ما ستقول لهم رسالة لك لذلك الشخصيات التي كانوا معاك في الفيلم الوتائقي ما رأي سنتيني تعتبرت أنك أصد يمس داغ أن يميد إغنار وعتبرت لي رأي سنيني ها أكل سنبت ها كنت أصدر بحبي ها كنت أصدر أصدر صراحة وشكاة نصغينا أفاق الخاطرين وشكور شكرا تقريبا يعني عشر عشر يام عشر يام وشكرا لكي تتقلها لكي تتقل وشكرا 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 بعد أن تصور الفيلم لم أكن أعرف أنت من المنطقة وشكرا شكرا عبد الرحمن الرئيس أكتب لنا بأنك رجعت للمنطقة بعد أن تصور الفيلم الوتائقي وشكرا لكي تتنع أنه رياح التغيير كما قلت شكرا لك بزاف على حضور معنا اليوم إذن الفيلم اسميه انتظار الرياح ستتبت اليوم مباشرة بعد نهاية هذه النشرة بالتوفيق لك في مواعيد وعنوين جديدة ربما الأفلام وثائقية أخرى شكرا 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 بهذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه النشرة إليكم تذكيرا بأبرز عنوان فيها مواجهات في القدس الشرقية بين إسرائيليين وفلسطينيين أتنى مسيرة الأعلام والرئاسة الفلسطينية تؤكد أن مدينة القدس الشرقية ستبقى العاصمة الأبدية لدولة فلسطين بعد هذه النشرة إذن لا تفوتوا موعدكم مع برنامج قصص إنسانية اليوم وثائقي في انتظار الرياح شريط وثائقي يستحق المتابعة بقية برامج طيبة وبداية أسبوع موفقة نرجوها لكم المزيد من الأخبار عبر تطبيق بموقعنا الإلكتروني نهاية هذه النشرة طاقم التقني والصحفي يحييكم والسلام عليكم اشتركوا في القناة